الزمالك بقى من ناحية تانية هل الزمالك او هسألك السؤال بسواة تانية يعني مش هقولك حزوزه يعني بس دي الزمالك الموسم الماضي مش هو الزمالك الموسم الحالي وببساطة شديدة بتصب في الإدارة في الإدارة بشكل عام واستقرار الفرقة المشاكل اتعرض لها نادي الزمالك منحس القيد وان هو قدر يستكتب بعض اللعبين هي تضيف لسكواد الفريق بس الزمالك كان في ظروف أسوأ من دي بكتير الموسم الماضي بيقاف قيد وراحين اللعبين وعمل أداء رائع جدا تمام زائد ما أنا لسه هكمل كابتن أسامة نبيه والله حصل انه هو مشي اعتراضا على موقفه مع الراجل وبعد كده بيمشي الراجل بترجع كابتن أسامة نبيه تاني تمام وبيرجع مستر فيريرا تاني يبقى الحلالة ما هو عليه فانت عملت ليه كل ده وده مليار في المئة شتت اللعيب أنا مش فاهم مين كابتن أسامة نبيه مكمل مش مكمل زائد أنا مع احترامي للسكواد أو مجموعة اللعيبة لداخل نادي الزمالك مش زي من سنتين أو من ثلاث سنين لما خده دوري وخده كاس مش دال السكواد مع احترامي اللعيبة دي مش دال اللي يجيب لك بطولة الاستقرار الإداري هو اللي يجيب لك بطولة توفير كل سبع الأمكانيات البطولة عشان كده ممكن سياسة ادارة النادي الأهلي بتختلف بشكل كبير جدا عن ادارة نادي الزمالك هتت الاستقرار إداري ان انت موفر المدير الفني كل سبع الأمكانيات البطولة احتياجاته ايه هتلاقي احتياجات النادي الأهلي ممكن في بعض المراكز اتنين تلاتة على مدار تلاتة اربعة سنين عشان كده بتشوف النادي الأهلي بياخد دوري أبطال بيوصل فاينل أفريقيا بيروح كاسعة الملاندية بيقدر يؤدي أداء جيد لأنه محافظ على القوام الأساسي بعكس نادي الزمالك مجموعة العيبة شباب صغيرين يحسب لمستر فيريرا برضو عشان ما نقولش الراجل كلها سلبيات انه هو ادى دافع بشكل كبير جدا لبعض اللاعبات الصغيرة وهيو يوسف اسامة نبيه سيف جعفر نمار سيد نمار بعض العيبة حسامة عبد مجيد كل اللاعبات دي إضافة إضافة نادي الزمالك لكن عايزة وقت لحد ما تجيب لك بطولة أنا بشوف أن كل المشاكل اللي اتعرض لها نادي الزمالك وخصوصا ده ظهر في بطولة أفريقيا أو في متشاط أفريقيا المشاكل اتعرض لها إداريا ورحيل الراجل وارجوع حصل تزبزب أكيد في الأداء